ونبدأ مشاهدين من صحيفة الأهرام التي كتبت وعنونت في صدر صفحتها الأولى التالي 50% من الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحليات والأراضي الفضاء معفى ومد أجل تقييم الوحدات السكنية عامين و3 مليارات جنيه لمشروع تابلت لكل طالب أما في صنع صفحة نتابع معكم طوارئ بالبعثة المصرية لتصعيد الحجاج إلى ميناء وعرفات وهذه صور استقبال ذوي شهداء ومصابي الجيش والشرطة في الأراضي المقدسة وأيضا مسؤول أمريكي بوتين وترامب اتفق على خروج إيران من سوريا و100 مليون دولار من السعودية للتحالف ضد داعش وأيضا نتابع كميات بوتجاز إضافية في العيد وانخفاض بأسعار السلع الأساسية من الأهرام ننتقل بكم إلى الأخبار التي كتبت أيضا وعنونت في أعلى الصفحة نتابع السيسي يهنئ المصريين بالخارج بعيد الأطحى والحديث أيضا عن الضريبة العقارية لا تطبق بأثر رجعي ورئيس المصلحة 25% من الحصيلة للعشوائيات و25% لتطوير المحليات أما في صرع الصفحة نتابع مليوني حاج يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الحرمين الشريفين وإنهاء الاستعدادات لتصعيد 80 ألف حاج مصرية إلى عرفات وبالورود وماء زمزم السعودية تستقبل أسر شهداء الجيش والشرطة وغدا والي تقول أفضل الخدمات للحجاج وأيضا نتابع الخلافات التي تعصف باتحاد الكرة وأيضا من وسط الصفحة الإبقاء على التقييم الحالي للعقارات دون تغيير حتى بداية 2021 وأيضا 150 اتفاقية للصرف علاوة القطاع الخاص من صحيفة الأخبار ننتقل بكم مشاهدين إلى صحيفة المصري اليوم الخاص التي كتبت وعنونت في صفحتها الأولى من أعلى صفحة الأهلي انتزع الصدارة وهزم التراجي بجدارة وأيضا خطة أمنية لحماية كريستيانو من هجمات جماهيرية أما من منتصف الصفحة أسفل العنوان نقرأ بولومبرغ مصر تحولت إلى ملاذل للمستثمرين والجنيه مستقر والفاتيكان يعتذر لضحايا انتهاكات القساوسة عار وألم و301 قص استغلوا القصرة جنسيا طوال 70 عام هذا جاء في ولاية بنسلفينيا الأمريكية ننتقل بكم مشاهدين من المصري اليوم إلى صحيفة الشروق الخاصة التي كتبت أيضا وعنونت في صفحتها الأولى إذا بدأنا معكم من أعلى الصفحة عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر للشروق الحديث عن تعديل الدستور أمر سابق لأواني والتعليم خطة زمنية جديدة عقب قرار تعديل موعد بدء الدراسة والتموين ملتزمون بصرف رغيف الخبز بخمسة قروش وحصة المواطن ثابتة أما من منتصف الصفحة نتابع معكم مشاهدين هدنة طويلة الأمد في غزة قريبا وهارتس التهديئة تضمن ست بنود تطبق تدريجيا ومسؤول إسرائيلي الهدوء يقابله هدوء وأيضا الشروق تكشف أجبري يبلغ اتحاد الكرة أن قضية التلاعب لن تمنعه من تدريب الفراعنة من الشروق ننتقل بكم مشاهدين إلى صحيفة الوطن التي كتبت أيضا وعنونت في صفحتها الرئيسية من أعلى الصفحة يوم ساخن في الزمالك الكشفي عن خفايا الحساب الخاص وحسم الانسحاب من البطولات ورئيس النادي يراقب اللاعبين للعثور على الجاسوس وجروس لن نتنازل عن الدوري أما نتابع معكم من منتصف الصفحة في الوطن خدمة جديدة للمصريين بالخارج تحويل الأموال عبر 4000 مكتب بريد منتشرة في المحافظات و78 ألف مصري يؤدون فردة الحج والبعثة المصرية تعلن الطوارئ استعدادا لبدء تصعيد إلى عرفات ونختم معكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع التي كتبت في صفحتها الأولى حكايات لأول مرة من الغرف الخاصة وتتحدث هنا عن كواليس الحياة الشخصية لعلي عبد العال رئيس المجلس على قطو الخاصة بندى ابنته وكتابه المفضل وسر انقطاع لميس جابر عن الجلسات وقصة هدية من الذهب رفضتها قيادة كبيرة أما نتابع معكم مشاهدين أسفل العنوان الداخلية تؤمن احتفالات الأطحى و300 حديقة جاهزة وأكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق وتجديد الخدمات بالمتنزهات في العيد والكنيسة تنتفض ضد الخارجين عن الطاعة إذا تابعنا معكم مشاهدين أبرز ما جاء في الصفحات الأولى للصحف المصرية القومية منها والخاصة فسوف نلاحظ معكم التالي هناك حديث من قبل الصحف القومية فيما يتعلق بالضريبة العقارية والتي تقول الحكومة بأن 50% منها سوف تصرف من أجل تطوير العشوائيات وأيضا المحليات بحسب ما جاء في تصريح رئيس المصلحة يقول في الأخبار 25% للعشوائيات و25% لتطوير المحليات أيضا هناك حديث فيما يتعلق بهذا الشق الاقتصادي المصري اليوم صدرت حديث وكالة أو شبكة بولنبرغ الاقتصادية العالمية التي ذكرت فيها بحسب بولنبرغ بأن مصر تحولت إلى ملاذن للمستثمرين وأيضا الجنيه مستقر هذا بحسب بولنبرغ أو المصري اليوم نقلا عن وكالة بولنبرغ الاقتصادية أيضا هناك حديث فيما يتعلق به الهدنة التي تقوم ويقوم الجانب المصري على إبرامها بين الاحتلال الصيوني وبين إدارة قطاع غزة والتي تقوم عليها حركة حماس فيما يتعلق بعمل هدنة طويلة الأمد تحتوي على ست بنود سوف يتم تنفيذ هذه البنود على التوالي بين كلا الطرفين كان هناك تصدير من جانب صحيفة الشروق في منتصف الصفحة أما هذا الخبر فجاء في مساحات صغيرة أيضا فيها صفحات الأولى لصحيفة الأهرام وأيضا جاء في مساحة أصغر في صحيفة الأخبار المصرية أما ما يتعلق مشاهدين بالأزمة التي حدثت في الكنيسة أو إعادة سعي الكنيسة المصرية وحديث توادروس على إدارة الحياة التي تحدث داخل الأديرة وفرض سلطة الكنيسة على هذه الأديرة التي يقول توادروس بأنها خارجة عن إدارته وعن سيطرته فهنا توادروس الكنيسة تنتفض ضد الخارجين عن الطاعة في محاولة منه لفرض سيطرة الكنيسة على مساحات شاسعة من الأديرة والتي يقول بأن هناك العديد منها خارج عن السيطرة ومن يعترض على ذلك سوف يتم شلحه هذا بحسب صحيفة اليوم السابع أيضا هناك حديث فيما تعلق وذكرته العديد من الصحف وربما جاء في أماكن مختلفة منها ركزت صحيفة أيضا الشروق فيما تعلق بترامب وتوعده بخنق تركيا هذا التباعد الذي أبرزته الصحف المصرية اليوم في صفحاتها الأولى في مساحات مختلفة في إشارة إلى محاولة ترامب حتى تطلق تركيا من تطلق عليه تركيا بأنه جاسوس كان يعمل لصالح الولايات المتحدة وأيضا يعمل شاركة وساهمة في محاولة الإنقلابية الفاشلة مع جماعة فتحالا كولين فيما تسميه تركيا بأنه القص الذي وصفه ترامب بأنه قص ليس له أي ذنب بما يحدث أو لن تقوم أيضا أمريكا باستبداله بأي شخص آخر حسب ما صرح ترامب في وقت سابق سوف نتابع معكم المزيد مشاهدين في سياق هذه الحلقة ولكن بعد جولة الصحافة